الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم في البداية الشغل أو المكسن ما بيجيش من شغل فني فقط وشغل بدني فقط ولكن النهاردة الإعداد النفسي والعقلي يعني لا يقل أهمية بل بالعكس في أوقات كتيرة جدا بيفوق الإعداد البدني فالنهاردة منرحب الكابتن أحمد الحفناوي أخصائي الإعداد النفسي والعقلي للفريق أهلا بيك يا كابتن أحمد منورنا وألف منهم مبروك شكرا جديدا منرحب لعب الفريق ونجمه عمر غنيم موليد 2002 أهلا بيك عمر ومبروك وألف منهم مبروك على نفسه كابتن أحمد يمكن أجل حداك في البداية يمكن الأعداد النفسي دلوقتي بقى صدع في رأس أي جهاز فني ليه؟ لأنه في أوقات تلاقي لعيبة في مستوى عالي جدا وبنما بسبب العقلي والنفسي بيروح حصله بروق اشتغلت زي ما على الفرقة دي خاصة أني تعانيك مشكلة أن اللعيبة مش كلهم عمر سن واحد عندك 2005 و04 و03 و02 اشتغلت على الفرقة دي إزاي بحيث تبصى لهم نفسيا فت للمبرأة بسم الله الرحيم مبدئيا نحن اشتغلنا مع الفرق بالتناسق مع كابتن وقل عزت والتناسق كمان مع كابتن وليد عزت وكل الناس القائمين في الجهاز في الحتة الفنية التناسق ده تم برضو اخذناه لدرجات تحت نحن نسمع كل الكوتشز اللي بيمرانوا كل مرحلة سنية هم شايفين من وجهة نظرهم إيه هي المشاكل إيه هي التحديات وصد أن نحن كمان بنقعد مع اللعيبة نحن دايماً بيبع عندنا نحن بيسموهم بعضين بعضين علاقة بالفريق والبعد الثاني ليه علاقة باللعيب لوحده لأن الشغل الفردي أحياناً ممكن يبع عندك العيب كويس جداً ولكن هو عنده تحديات ما بيعرفش يدير بيها قوي منظومة المشاعر أو منظومة الأفكار أو ما عرفش يدير بيها المواقف اللي ما بيبقاش عامل حسابه عليها أنا أتعمل فيها إزاي صحيح ده نمرة واحد وأولها الحتة اللي هي علاقة بالحتة دي هو كرة المية لعبة تنفسية قوي وبالتالي اللعب يبقى عاوز يفوز بأي طريقة نعم البلانس أو التوازن النفسي جوه المية مهم يعني لو أنت نازل جوه المية وحضرتك عندك سنة خوفة أو ألأ ده يأثر على البرفورمس 100% ولو حضرتك نازل جوه المية وعندك حماس زايد على اللزوم برضو يأثر على الأداء العكس صحيح والعكس صحيح هيأثر على الأداء لأحديك مثلا بسيط أنا نهاردة لو داخل أشوت بلين ولسأنا متحمس جدا جدا أنا فرتك الجون الكرة على فكرة ممكن تطلع عاوز صحيح لأنت فيه باور زيادة فيه باور زيادة إنت لازم دايما اللعيبة محتاجة تبقى فاهمة أنه البلانس أهم خاجة ولو حضرتك زي كل المصريين كانون تبعين كاس العالم حتلاقي حضرتك أن المباراة كاس العالم لما كان بتبقى الكمبيتشن عالية قوي هتلاقي دايما الكاميرا كاب بيتيجي على الكباتن تلاقي كابتن دايما بيعمل الخركة ده إيه ده عشان يرجع للبالانس تاني لأن البالانس ده مهم أنه يخلي اللعيب يطلع أحسن برفورمانس عنده في ظل الضغوط الموجودة الله خلي بالحضراتك ده برضو موضوع في منتهى الصمع اللائب لو ما لقاش مساعدة من حضرتك يعمل ده إزاي ما كل اللعيبة المدارمين يخليك استئه ده بس هنفزه إزاي عشان كده فيه تمرينات كتير قوي زي التصور الزهني بتأهل اللعيب قبل ما بينزل لأنه يبع عنده تصور زهني اللي دوره جوه المياه يعمل إيه ونحط لها سيناريوهات كتير يعني عما دعينه يسرح ويعيش في الموراة هو لسه ملعباش التصور الزهني مهم جدا لأنه بيخلي اللعيب بالضبط عامل زي الطالب اللي نازل مراجع المنهة جواد ماهو فالستيويشا لما بيحصل رد الفعل موجود لأنه خزنه موجود عنده الحاجة الثانية المهمة اللعيبة بتتعلم إزاي تقدر تعمل اللعيبة تشد معاهم إزاي التكنيك بتاع اللعيبة تشد معاهم إزاي التنفس بتاعه يقدر يخل التنفس يزبط معاقه على القلب القلب تزبط الدورة الدموية ياخد نفسه يبتدي يهدى يبتدي يفكر تاني كويس يرجع يريفولف أو بإعادة صياغة دوره جوا المية بهدوء من غير ما يكون فيه تدخل لأي نوع من أنواع النيجاتف اموشنز أو المشاعر السلبية اللي بتبقى مسيطرة عليه عايز أقول لك كابتل كلامك معايا ريحني والله العظيم أنا مزيع كلامك معايا إداني يعني لو لعيب أحس إن الدنيا هديت وحاس إن أنا كنترول دماغي كويس لا ما شاء الله ده عالم كبير كبير